اشتركوا في القناة 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 لحم مع بصيلة مشلدة شوية الزيت والعطرية شوية الملحة والبزار والملح والسكنجبير شوية القرصة غبرة وشي جوج عويدة دي القرصة الخرقوم وشوية القزبور ونمعد نص مقردين وشوية سمن ونخليوا نحن 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 ن ايه. وتختار ديك المريقة وهالمرقة ديال نواج دك. ايه. بالنسبة في سانة. الروز. اه. كنفزقوه في الماء دك الروز صر. اه. كنفزقوه في الماء الساعة قبل ما نطيبوه. ايه. مثلا كنديرو جز لايف ديال الروز. كنفزقوه خمسة ديال الماء. اه. من بعد كنسلقوه نيت في ذاك الماء. كنزيدو لي شوية ديال الملح. جوج عويدة ديال القرصة. و معلقة كبيرة ديال الزبدة. اه. سا فيك نخليه حتي تسلقوه مزيان في ذاك الماء. ونصفوه. ايه. نصفوه ندهنو بشوية الزيت. ونفورو. نفورو غي شوية. ايه. ايه. حت ديجا طلقنا. مسلوق. اه. ومنيني فورلينو. انا نفورو مع واحد مسكس ديال زبيب. ايه. نفورو مع هذا. ايا كاس. ايا كاس. ايا كاس. ايا في فورلين ندهنوه بشوية الزبدة. اهم. ومنين نقدموه نسقيوه ديك المريقات ونزوقوه باللوز. وفعلا يعني في سورة هذيك المريقات بارك الله كاتبا خاترة ومعت ذاك الرز بيد يعني يعني من يدر ورشيتي باللوز هكا مقلي لديك صح? بارك الله عليك. نسخلوه ونقليوه هذا مره مره نوعوه هذا يجعل الطيبة الملوح والحلاوه يجبنين نعم يجبنين يجربوه الاخر اختيسان عندي مجموعة من القتراحات سهلة وخفيفة ايه احنا ديما ملحجة سهلة لا تشيلك الحمد لله نبدأ واختيسان ابو احد لاب باتاتا اختينا ولكن ما نقول لها نبدأ الفول السوداني اللي هي صحي يوم زيانة صحيحة الوليدات نصيبها في الدار ما فيها لموات حفيدة الأول ناخد واحد الكمية ديالكوكو يعني عنا ميزاننا المصفر عندنا 4 عانس كيلو كيلو كلها ده على سبل الوليدات ديالها يكون داك الكوكو والبلدي الرقيق نحمروه ونفسخوه ونطحنوه هو سخون باش يطلق لنا داك الزيت دياله نطحنوه مزيان في الخلاط شي خمسة دقيق ومني تتحلينا ونزيدو لي واحد المعالقات الزيت العود ونعود العودين نطحنوه مزيان مزيان حتى يقولي لي نام جاري ونزيدو الزيت أختيك تبقى الزيت على حسب التكستور اللي بغت السيدة وش بغته جاري ولا يعني تبقى الزيت حتى تشوف دك شي اللي بغت وش بغته قاسح ولا وش تقيل ولا خفيف وش تقيل ولا خفيف طب المؤمنين نقدر نحتاجه دك جوج معالقات الزيت العود على حسب صافيوك نحليه بالعسل العسل الحر ولا العسل العادي اللي مشوفه عندنا حلاوه حسب الضوء افترو بالوليدات حتى تخطيناها كي دهنو برخبيزات فعلا هو زوين بزاف وكي شبع يعني اه فعلا سناخدوه مصيبة سيكون مصنع في مواد اللهم صيبه في الدر خاصة للدر في عو ثاني العسل الحر ايه مزيان ايه حتى ايه نشرملوه غير في الباب تناخدوه نسكلو ديال الزيتون دك المدقوق اولا دك نقولولي المفرشخ ايه تنزيدو لي معلقة كبيرة ديال كامون مطحون معلقة كبيرة ديال تحميرة شوية ديال ملحة نسكاس ديال الزيت العود ربعات دروسة ديال تومة مش كوكين اه ربعات المعالك كبار ديال المعدنوس مقرد وعاصر ديال جوج حامدات ومعلقة صغيرة ديال قذبور شبوب وجوج معلقة كبار ديال هريسة ايه لما كيبغيش الحرور يدير غيم علقة لما يديروه فنخلطو هاتشي كامل مزيان ونشرملو في يدك الزيتون وهالزيتون واجب ايه فهل نشرمل في الدار ايه ليد دينا نعتك صحات بقر الله عليك اختي السنة عندي واحد البسبوسة شوكلاة ايه نضربو هاتشي مزيان نزيدو ليه كاس ديال الزيت ياغورت ديال فاني وجو ساشيت ديال كاكاو وكاس ديال سميدة رقيقة هاتشي ديال البسبوسة كتزي خفيفة في اغيبك الكاس سميدة كتزي خفيفة كلشي كان عبروه بالعنبة وجوش ديال الخمارة ايه فكان ندهنو واحد المول ديال الزيت نمرشو بسميدة ونطيبوها ايه ونوجدو واحد لاصف ديال الشوكلاة فيها مية جرام ديال الشوكلاة نضوبوه ونزيدو ليه كاس ديال الحليب واحد ملقى ديال كاكاو كتبقى اختيار يلا بغينا نزيدوها ونحركوها تصوص مزيان هي رغا تكون باردة ونخرج البسبوسة تكون سخونة ونسقيوها باديك لاصف مية لاصف ديال الشوكلاة ونعطيك صحافيلا بالقرقاع مهم صيدة لا تبدع في الجوكلاة ايه والوليدات تعجبهم بشوكلاة ايه ايه اختيسان انا اعطيك واحد المادلين ايه فيه بيضة واحدة اوك يجي رائع مزيان اختيسادي بيضة واحدة ايه نصفتهم مع الوليدات المدرسة ايه 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 فيها بيضة نزيروا واحدة الخلاط بيضة كاس اللاروب ديال الساندة كاس اللاروب ديال الزيت كاس اللاروب ديال عصير المندارين قشرة ديال المندارين ومع القاة صغيرة ديال الخل نضربوا هات الشي مزيان ونزيدوا كاس اللاروب ديال الدقيق كل شي نعبروه بالعنبة ايه واحدة الخمارة نخلطه كل شي ونقبوه في الكويرتات ونزينوه بالشوكولات بيبيت ايه 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 فيها نصف كيلو ديال فورس كيلو فورس شوية ديال ملحة ايه كاس اللاروب صغير تارساندة ذاك الكاس صغير ديال الآتين ماشي كاس اللعنبة ايه ايه مع القاة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز وخمارة حمرة كان نجمعو هاتشي بحل مسمين العادي وندلكوها مزيان مدافي ايه 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 بالمدافي وندهنوها بشوية ديال الزيت وندهنوها بشوية ديال خمسة دقيق ايه صافيو نكورو هاتشة ديال الكورات ايه نخليوهم يزحوا واحد ربع ساعة وندهنوه 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 باحد الكمية ديال الزبدة بقريبا تمانين قرام مية قرام اللي عدنا الزبدة كندوبوه ونزيدوه لزشة الشيات ديال الفاني ايه كنتلقو الكورة اللوله كندهنوها بذاك الخاليط ديال الزبدة والفاني ونطويوها بحل مسمين على ربعة صافيو نصرحو تاني تانية وندهنوها تانية بدك الخاليط ونديرو وسط منها اللوله ايه ونبقا ودينتو نكملوهم يعني نروه وسط وحده 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 ونحنا رغيفة قلب رغيفة ايه وحنا ندهنو بدك الزبدة والفاني ايه وحنا ندهنو بدك الزبدة والفاني صافيو نكملوه ستكون عندنا واحد المسمينة كبيرة نخليوه ترتح شوية باش جينا سهلة في القراث قراثها صافيو نطلقوها ما مرقيقة ما غليدة باش جينا شوية باشا ايه صافيو ندهنوها بدك الخاليط اللي بقالينا ديال الزبدة والفاني ودهنوها من فوق مزيان ونرشوها بساني دا باش جينا محمرة من فوق صافيو نخليوها تخمر واحد من ساعة ونطيبوها طيبوها فرنسخون ايه هدي عائلية وتجي مورقة ايه 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 طيب عثيلي اسطورة ديالة فعلا ايه 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 الكوكو دك الرومي ايه اللي كيكون مقشر كنجيبوه ونحمروه اه الرومي اللي كيكون بلقشرة وححا ايه 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 وكان اللحو بديوكيسان ديالتان يواليو كراميل مهم مهم وكننخلطه بالزربة باحد المعيقات العود باش ندامج كوكو مع ذاك الكراميل وكنزيدوه جوج مع الككبار ديال الزبدة ايه نخلطه كل شي ندامج مزيان ونزيدو خمسا دلمعال ككبار ديال الماطايب يكما كان زربا اختصانة وخانعودو هاد الاقتراح هان في اختصانة كان ديرو جوج كيسان ديال كيسان ديال العنبة ديال ساندة فوق فوحد المقيلة توليو كاراميل تيت كاراميليزا ومزيان كلوحو فيهم 300 جران ديال كاوكاو داك الرومي قدلك داك الكبير المقشر يكون محمر كلوحو وكننحركو بوحد المعال قادل عود نحركو بالزربة باش يندمجو لنا ونزيدو جوج معال ككبار ديال الزبدة ونعاودو نحركو مزيان ونزيدو خمسا دلمعال ككبار ديال الماطايب ونعاودو نحركو مزيان بذيك المعال قادل عود والناس تكون مهيلا نبقاو نحركو شي ثلاثة دقيق حتى ندمجو لنا هاد العناصر اللي درناو ونحركو مزيان شي ثلاثة دقيق من بعدا نحيدوهم العافية ونحوي فوقشي صينية تكون مدهونة باش ميلفقش لنا ذات الكاراميل إما الصينية ولا مقلات ثقيلة اللي عندنا تندهنوها بالزيت وكان نخويو هاداك الخالط لي كان نخوي وكان بدونو نوركو عليه بالمعال قابش يجينا مقاد تبسط مزيان شكل واحد واخها تبسط مزيان سوف نخليه واحد ربع ساعة وعد نقطعوه بما اشي الدراسه ونقطعوها هكا بالموصف تدك وسط ديك المقلات والذيك الصينية ونعاودو ندخلوها التلاجة هاديك هادا التقطع اللي كنديرو كتجينا سعلا باش منين كنجو نفرقوه مغي كنفرقوه ترفع لاخوه اياه يعني بحالي لكنفلوه من الوسط باش منين يدخلوه اياه وفيك ندخلوه التلاجة يبرد ومنين كنخرجوه كنفرقوه دكتروفا كتجينا سعلا غي كنفرقوه هكا بالدينة اياه انت يعجب الكبار وصغر وكتجينا يعني هادا تعجب الولدات وممكن ان يقضلوه هكا مع انواع التمرو المكسارات هكا يعني في شيء صغير اي مخلطين فالله اعطيك صحا عنده بزاف سعملات انا جاني قريب لاحظة لهذا الشوكولات اللي هو معروف ويبغوا الولدات يكون في ذلك الكوكاو سأعجبهم كثيرا شكرا لك على كل هذه الاقتراحات التي وجدتنا اليوم اقتراحات سهلين وبساط ومميزين في متناول جميع السيدات شكرا لك لا كنت مشكلة بكل فرح خليك معنا خديجة أم نور شكرا لك على كل هذه الشيوات التي وجدتنا ونتمنى أن المستمعات يسجلهم ويوجدهم الأفراد الأثرة إن شاء الله بسحة والرحة أهلا لبس عليك إلهام الله يبرك فيك للا أختيك مرحبا مرحبا الله يفرحكم شكرا لك بارك الله فيك فرحتونيات الصباح بهذه المكالمة شكرا جزا الله يخليكم ديما فرحانين الحمد لله وفية للا مولاتي اللي هو أول برنامج كنتعرف علي الحمد لله ومرحبا بك للا إلهام وتبارك الله عليك شاركت بالعديد من الاقتراحات واختارينا منها إن شاء الله باش نفيده المستمعات الحوت وكذلك هذه الحلوة كذلك يزوينا بنينا بزاف كدسير لا بغد تضغب بالدسير أو لا تديرها كطورتها كالغوتة نشاء الله نبدأ باللطة ديالالحوتة يكذيبنينا بزاف وطريقة زوينا اممم عندنا شو تم الاختيار ديالكم اللي عمل لي لا حسب وخة كنا ناخدوا شرمولة هيا اللي ولا كنوجدوها كن ديرو شرمولة الحوت كنديرو القطبور زيد على المعدنود ضروري يكون القطبور زيد على المعدنود كنديرو رص ديالتومه رص ديالتومه صغير شوية ما كنصبير ما كنصبير الملح اللي بذار والسودانية والكامون والحميرة وضمتي شوت والعسر ديال الحامض وحمضة مصيرة مقطعة ومعلقة صغيرة ديالتومه ما كنت تلحك صافي قد خلت كل شي مزيان وقنشرمل شوتة ديالي مزيان من برا ايه بهاد شرمولة ايه بهاد شرمولة شرمولة كنقسمها في النص ونص كنخليه الخضراء كنشرمل شوته مزيان طف كنمشيوا الخضراء كناخدو البطاطا خيزو اللوبيا خضراء الفلفل احمرة الفلفل خضراء ونقضعوهم دواور وندلهم نسلقة ونشرموهم باش مكي تكنزسوش في اللاطة باش طيبهم مزيان طف كننشرموهم ونشرموهم باش شرموه كلهم مزيان طف كننسل الخضراء ديالي من الفوق الحوت كندل واحد ثلاثة ديال ورقة ديال سيدنا موسى كنوزعهم في اللاطة كندل نص كاس مخلط ما بين نص كاس ديال ربع كاس ديال البلدية وربع كاس ديال الرومية صافي كنكبه من الفوق وندلو الولاد الحامض من الفوق كنجي ألد ما يكون كنجي أغذائه ونزيتهم مرقد في الدار كنجي أغذائه كنجي أغذائه مع هذه الخضراء مع هذه الشرمولة وكتب في الفران مع تكسحة أكلة عائلية متبارك الله عليك مشيوه الحلوة ايه كنجي أغذائه كنجي أغذائه بسكوية ايه ونجد بسكوي ايه كنت تطورتك تجيب هل تجيزكيك سافي ونجد بسكوي والبسكوية ونجد بسكوي ونجد بسكوي ونجد الكريمة الكريمة تبقى الوسطانية المجد فيها خلط المج LGBTI خلط المchnrine عنك كريمة ا 즐عطي الثلاث المسيس و خلطها خلط quarterback لدينا الكريمة في جياغورت مصوص ثلاثة ديال معلقة الحليب بودرة وحقو السكار على حساب الضوك ووحد الفانيلا ايديال نخلطها تشوي بالمعلقة وكان ديروم تبقى وكان ديروم تبقى وفوق داك البيسكويت ندخلوها للفران غير كي يشمر ريحة العافية يقصح ندخلوها للفران وكان ندخلوها للفران وكان دخل هذا الشيء غير كي يقصح وكان درسوه الغير فنجدوه 7 قليلا حالا تنشف من الفرح اه نشفها على الجنب ونشف الكريمة السالية الكريمة الأخرى فيها كي سان الحليب بالكي سان الحليب وفيها كي سان الحليب مهم وفلوفاني ووحد الكيوية انطحنا ونضيف إليس هذا الكيوية ونضيف الربعه مع الضوء سكارسك يبقى لحبا الضوء إسافي هو أقبل هذا الحليب نطحنه مع حبا الكيوي يطحنه مزيان وعاد نخلطه مكاملين يجي الغذال وديك الحبيبات من حباب الضوء وحبا الضوء المالك. وكان دي شوية من الماداق ديال الحامد. الروح. ايه. اللون والماداق. ايه. فعلا. حنت تبقى الفقانية عندك صفراء. ايه. بصح. ايه. انا ندرت رسم على القادة. ايه. اللي كعتين اللون وكعتين الماداق. واخر روح الحامد. ما دقموني عيش غزال. اه. صافي. هاد الروح هذا ما دفتو فتا شيء. الخالط من الكاثرونة من الفق العافية. عاد باش دفتو. وخلطت مزيان. صافي. وكان ديلها تبرد في تلاجة. ذوقتها بدورات ديال الكيوي. وخديت داك سيجار موجود. كيكون موجود. كيتشرة هكذا. كي قطعتو. وغرستو فهدت. زيدنا لحسب كل سيدات بيزين اللي كيوان معه. اللي كيوان معه. او اللي كان. اه. قبلوا عليا الاكتراحات. وراها. تبارك الله عليك الهام. وصراحة هذه الحلوارة كتبان بحلقة وغلاسة. تبارك الله عليك. والطريقة يعني ره بسيطة في متناول جميع السيدات ولكن في المنظر جالها. كتبان راقية. تبارك الله عليك. انا قلت نشأت لها الاكتراحات بساطة. وراها للمولاتي تستهل. تبارك الله. الله يبارك فيك. الله يبارك الله فيك. انا قلت نجربها وكيتعجبوا فيها. يقولوا لي. وكيتسبعين مقادير في الراديو. ما كتشوفش طريقة قدامك. وقديري هادشي. تبارك الله. كنقول لهم هادشي اللي اعتى الله. وراها الحمد لله. هادشي اللي كيفرحنا وهو هادية. فعلا. هادية الحاجة اللي كاتفرح هو انه الحمد لله. بالرغم انه يعني اداعة وما كنصوروش هادشي باش الناس غيشوفوه. ولكن الحمد لله المقادير والطريقة بالشرح المبسط ديال الحادقات. والحمد لله كل شي كيوصل. اختي سنة. تبارك الله عليك تنتيه وعلى الشرح ديالك. ولا لكيكون عندي غير ضيافوك يسمعوك. تبارك الله يعني الشرح تبارك الله. واضح ما كينش. الحمد لله. الحمد لله. يعني خاصك تكوني في كل فازة ما شاء الله. الله يبرك فيك للاختك بارك الله. انا عندي قرص غاد ان شاء الله نقدموك من بعد. اياه ان شاء الله. انا ديما كنشارك معاك. اياه. نقدم القرص كيجي خريص خريص بززافه بمقادير ساهلا. ان شاء الله عندما نوجده. وانه نتصل بك ان نعطاه الناس. مواخ. وشكرا بززاف. الله يبرك فيك. تبارك الله عليك إلهام بلال من ورززات. شكرا لك بززاف على المشاركة ديالك. حوت يعني اكل عائلية. تصيبوه بكل سهولة. يعني كيجي في الفران الديد. كدالك هذه الحلوة. الاسف يعني غير. ما عنديش كندي تنصف تصور. لجميع المسامعات. ما فعلا. يعني شفتوها في شكل ديالها في الصورة. كتبان غاتو غلاسي. يعني كتبان فيها الجنواز. وفيها مراحل كثيرة. ولكن تبارك الله عليها. يعني ارانو كيشتو. كيسمعتو. يعني الطريقة مو بسطة جدا. غير بيسكوي. كطبقة الكريمة الثانية. فيها غير غورت مصوص. مع الحليب غبرة. والطبقة الثالثة. وحاولت انو تضيف هذا الروح ديال الحامض. لانو اعطاها واحد طبقة. صفرة. وزينات يعني بالفاكهة ديال كيوي. وبالصيجر. لعطاها صحة تبارك الله عليها. وانتمنى يعني تصيبو هذا الاقتراح ديال الحلوة. وخاصة الملي كان بغيو بعدنو. كان بغيره ونحن نضيفه بصيل ديال الفواكه. ففرصة انو بحل كال هذه الحلويات بها تشكل. اختاروا القلب اللي بغيتو. خليوتات برد مزيان. وذلك السعه قدموها. بسكويت يعني التمن ديال الرخيص. هاد المقادير التهمه اقلال في المتناول جميع السيدات. وذلك السعه ممكن انكم تحطوها هي. كدسر غبرة. مثلا. شئوات اللي قدمتو لافراد الاسراء والدياف والحباب. ولا ممكن انو مع هاد الحلوة. تزوقها بالفواكه اللي عندكم هكذا الفواكه اللي كانت زوقهم في التوصيل حتى ولو يكونوا مثلا غير فواكه قليلة ما كيبانوش مع هذيك الحلوة مع هذوك الفواكه في الجناب مع ممكن شوية ديال الشانطية مع هذوك الفواكه فكيجي واحد ديسير اللي هو متكامل ما بين فاكهة وما بين هذي الحلوة اللي قدمت لنا إلهام إذن كانت منحة سعيد لكل مستمعات للمولتي ما تنسوش على أنكم ضعفوا الحوض ديالكم وتشاركوا في المسابقة الكبرى وتبعتوا لنا بالبراوات بالأدريفاف فيهم أربعات ديال الغلافات منوعين ما بين دامتي وإيديال جوج دامتي و جوج إيديال باش إن شاء الله تكونوا من المحدودات الفوز بمضمة ديالدهم اللي قناة بيكون مستمعين ما زال مستمر دائما من خلال فقراتنا الموتنوعة غاديمشيوا باش نقدم لكم جوج ديال اقتراحات واللي غاديمدوها بشربة ديال الخضرة بالبلبولة تحياتنا لصاحبة الاقتراح المعروفة في الفيسبوك بكويزين سارة بلوسكا ونجلة تحية كبيرة على هاد الاقتراحات فبنسبة لشربة ديال الخضرة بالبلبولة غادي ناخدو الخضرة اللي عنا غادي ناخدو بحل ده بحبات ديال البطاطا خيزو القرعة الخضرة الكورجيت شوية ديال ليفت الكرومب والبرو والبصلة وماتيشة يعني ما غاديش نكترو غادي نديرو بحل ده بجوج بطاطات جوج ديال خيزويات طريف ديال القرعة الحمراء وخاصة اللي بقالنا بحل ده بجمعه يعني ما استعملنا هاش كامله ففرصة انه في الغد السبت نديرو هات الشربة قلنا جوج حبات ديال البطاطا شوية ملخيزو طريف ديال القرعة الحمراء جوج حتى ثلاثة القرعة خضرين الكورجيت حبات ديال ليفت واحد طريف ديال الكرومب الملفوف ليشو والبرو وبصلة وحبات الماتيشة غادي نديرو هاد الخضرة كلها في الكوكوت يعني في طنجرة غادي نديروها كلها بعد ما كنكونو غسلناها قطعناها المربعة الصغيرة المكعبات ومن بعد غادي نضيفو على هاد الخضرة غادي نضيفو لها شوية ديال الكرافس يعني عنا ميزانة واحد ضربة صغيرة ديال الكرافس والقصبرو مع الدنوس هادو بجوج مغنخليهم شمربتين كيف كنديروه انما ناخدو الكرافس والقصبرو مع الدنوس غادي نغسلوهم زيان نشفوهم ونقردوهم رقيق يعني مفرومين رقيق ونقردو المباشرة ومجحن قردو هاد الخضرات غادي نطيبو هاد الخضرة..نقروا الزيط البلدي الملحة اللي بزار الخرقون من البلدي ن鉾ين ونقرق قصغيرة ديال السمن و نستطيعون للأيuego غلما المحل de50 نأخذ أحبات البطاطا مع خيزه مع طريف القرعة الحمراء مع شوية من الكوغجات القرعة الخضراء مع اللفت بالألوان كاملين مع طريف الكرمب الملفوف مع البورو بصلة واحدة و أحبات المتاشا نضيف هذه الخضراء كلها نغسلها نقطوها مربعة صغر و نضيفها في الكوكوت مع الكرافز و القصبر مع نصف مقردين رقيق و نضيفها من الزيت البلدية نضيفها بالملح و البزار و الخرق والسماء والمال الكافي نضيفها المال لذي يكفنا لا نكتروا بسيطة و فى نفس الوقت لا يكون قليل لنا ميزاننا المال الكافي والذي تضيفها على خضراء و نضيفها و نضيفها على خضراء كافي و نضيفها حتى تبرد و نضيفها في الكاس دلخلاط الكهربائي يجب أن نتحن الكرافز و الكرافز و الكرافز و الكرافز يكونوا مفرومي يجعل الخليط الخضراء يبردون نتحنهم في الكاس الخلاط الكهربائي و الفتحانة اليدوية و نعود الملكة التحلينا هذا الخليط و نرجعه فوق العافية مهيلة و نضوره بشوية البلبولة و نحرك دمية فوق العافية و نحرك من خطط البلبولة و نضيف معلقة صغيرة الحكمات تكون نحرك تبقى اختيارة مسبقا خضراء و نزيد المركز معلقة صغيرة يجي بحل حمر يجي بحل حريرة خفيفة ولا ما بغناش نديرو مع القاضي الحكماتيشة تبقى اختيارية يبقى اللون ديالها بحل بيد مع هذيك الخضراء من اللي كانت طحن يعني يجي واحد الماداق المختلف راه كتجي زوينا بزاف ونتمنى أنكم جربوها صحية ما كان استعملو في هالخضراء اللي بقتلينا يعني في نهاية الأسبوع وفي نفس الوقت كانستفدو من البلبولة راه غادي تعجبكم بزاف ونتمنى أنكم جربوها لأنه حتى الولدات يعني غا تعجبهم ان شاء الله ونتمنى أن تجربوها الأفراد الأسرة بالنسبة للقطارة التانية وقلنا للقرعة الخضراء غادي ندخلوها في الكيك غادي نحتاجوا بالنسبة لهذا الكيك بالشوكولات و بالكوخجات يعني بالقرعة الخضراء والشوكولات غادي نحتاجوا في المقادر ديالكيك جوج ديال البيضات كاس ديال سكرسانيدة كاس ديال الزيت كاس العنبة جوج مع القبار ديال كاكاو ويكون من النوع الجيد المر المسوس وجوج كيسان الطحين مغربين مزيان وجوج خمارات الحلوة وجوج ديال القرعات الخضرين لكم الاختيار نحيط لها كثير من القرعات الخضراء ومن نحيط لها القشرة إما نحكوها في الحكاكة الغليضة إما نطحنوها إما نقطعوها مربعة صغيرين تكون مفرومة مزيان يعني رقيقة ونحتاجوا كاس ديال بيبيت شوكولات كاس ديال حبيبات شوكولات وربع كاس ديال مدافي وقبسة ديال ملحة سنعود لكم المقادر ديال كيكا ديال شوكولات والقرعات الخضراء جوج ديال البيضات كاس ديال سانيدة كاس ديال الزيت كيس واحد من لفاني جوج المعالقبار ديال كاكاو المر المسوس من النوع الجيد جوج ديال كيسان ديال الطحين مغرب المزيان جوج خمارات ديال الحلوة جوج ديال القرعات الخضرين إما مفرومين بلا قشرة يعني بلما نحيدوا لها القشرة نخليوها بالقشرة ديال القرعات الخضرة إما نقطعوها مربعة صغيرين يعني مفرشين هكا صغيرين إما نحكوها في الحكاكة إما نطحنوها لكم الاختيار وكاس ديال بيبيت شوكولات كاس ديال حبيبات شوكولات وربع كاس ديال المدافي وقبيصة ديال الملحة سنخلطوا المكونات ديال الكيك بالطريقة العادية يعني سنخلطوا كل شيء سنخليو غلح وبيبات الشوكولات والكوجات يعني القرعات الخضرة حتى الاخير يعني سنخلطوا جوج البيضات مع كاس ديال ساندة مع ساشة ديال الفاني ونطحنوهم جيد نزيدوا كاس ديال الزيت ونطربوا هاد المقادير بيضات وكاس ساندة وكاس ديال الفاني وكاس ديال الزيت من بعد نضيفوا جوج مع القبار ديال الكاكاو من النوع الجيد المسوس ونضيفوا جوجو كيسان ديال الطحين مغربين جيد ونضيفوا جوجو خمارات ديال حلوة هادو نضيفوهم بسباتويل ونضيفوا جوجوه حيات نضيفو المقادير نضيفك جوجو كاس ديالك انضيف ارتواج ديالين وكاس ديال الحبيبة وفيم الزيت ثم تضيفو مقادير نضيفه 4 كاس المدافي وقبيسة الملح من بعد نخلطه بطرب اليدوي أو بسباتيولا بالمعلقة حتى نحصله على عجين الكيك مخلط مزيان نأخذ القلب الكيك سواء طويل مستطيل أو مربع لحسب الرغبة مدهون مزيان بالزبدة أو نفرشه فيه ورق السلفوري ورق الطبخ ومن بعد نحاوله نفرغه هذا الخليط ونحاوله نرشه بالحبيبات الشوكولات وندخلوها الفران سخون من قبل أو لكل سيدة تأتي بطيب الكيك لوليدة نهائية لا تعرفوش فيها القرعة الخضراء ويبقى لحسب اختيار إما القرعة الخضراء تخليوها بالقشرة تفرموها رقيق إما مطحونة إما محكوكة نتمنى توصلكم هاد الأفكار ديل هاد الشربة كذلك بالبلبولة بالخضراء ولا هاد الكيك بالقرعة الخضراء سوف نرجع مباشرة رفقة الدكتور عزيز سلامي الطبيب اختصاصي في علاج أمراض نساء والتوليد اليوم سوف نتكلم على الموضوع الطبي حول عدم أو انقطاع الحيد الأولي والتناوي سوف نتعرف على معلومات ونصائح طبية مهمة جدا كذلك قبلوا مكالمتكم الهاتفية مرحبا لعندكم أي تساؤل التبية توصلوا معنا يجاوب عليها مشكور جدا الدكتور عزيز سلامي على صفر خمسة تنين وعشرين ثمانين وثمانين صفر صفر ستين وواحد وستين تنين وستين توصلنا المباشر معكم مستمعين مازال مستمر ودائما رفقات الدكتور عزيز سلامي طبيب اختصاصي في علاج أمراض نساء والتوليد أهلا بك دكتور شكرا سيدة سانا شكرا على الصدافة مرحبا اليوم موضوعنا سنتكلم عن انقطاع الحيد الأول والثانوي وكنتعرف على أنه كل شيء تعرف على أنه البنت اللي كانت وصل سيل البلوغ يعني كتجيها الدورة الشهرية ولكن بعض الحالات اللي وخة تيفوتوا سيل البلوغ المفترض ما كتجيهمش الحيد نهائيا وحالات دي السيدات اللي كانت كتجيهم الحيد يعني بانتظام ولكن من بعد انقطعت عليهم سواء الأشهر أو للسنوات وخأنهم مازال موصلوش يعني سن متقدم سن قطاع الدورة الشهرية المعروف نعم بسم الله الرحمن الرحيم كين جد الحالات الحالات ديال عدم حدوط الحيد هذا هو الأولي وكين حالات ديال انقطاع الحيد هذا هو التناوي يعني كتكن سيدة فيتاجتها الحيد ديالها يعني الدورة الشهرية وبوحد السبب إما عضوي ولا وظيفي انقطعت عليها على الحيد هذا كتتسمى تناوي وكين الحالات لين هو أنه من البلوغ أو في حالة عدم البلوغ كما كي يوقعش الحيد عند الفتاة أو عند السيدة يعني مع مرة شافت الحيد هذه كتسمى عدم الحيد يعني كتكون أولية فانترقوا لعدم الحيد الأولي هذا عدم الحيد الأولي يعني كي يقدر يكون إما عضوي وإما وظيفي العضوي كتسب بعض الحالات كي تزادوا فتيات من يوصلوا لبلوغ كي يوقع عندهم الحيد غير هو كي تجمع في المهبل حيث كي يكون البكارة غيشاء البكارة مسدود لا يوجد قبل أن تخرج الحيد فهذه كتقد تجمعها في المهبل ديالها الحيد وكذلك ألام وانتفاق في اللابس مو لكي يضطروا بعد تشخيص نقوموا بأحد عملية جراحية لفتحها صغيرة في البكارة لكي يقدروا بدا يسيل هذا يعني الحال ديالها نقوله سهل كذلك فتيات يخلقوا خلقياً ما عندهمش المهبل نهائياً فماكينش منين يهبط ذلك الحيد من الراحم هذه حالات كذلك يقدروا عندها حل جراحي حالات كي يزدادوا فتيات ما عندهمش رحيم أصلاً فهذه مع مهبل يكون عندها الحيد وما عندهش حل ما عندهش رحيم تشوه خلقي يعني زيادة بدون رحيم فما عندهش رحيم يعني ما ما يمكنش يكون عندها إيلاج كذلك حالات نادرة ولكن موجودة ديال الخصية المؤنطة تستيكل فمينيزة تكون هي في الصبغيات ديالها يعني ذكر ولكن الحالة ديالها منيك تشوفها إن أعضاء الجنسية ديالها كتبان كفتاة علش لأن ذاك الخصية المؤنطة تجعلها تزاد بأنها فتاة ولكن ما عندها لا رحيم لا مهبل لا بوي المبيضين لإني الأعضاء الجنسية ديال الفتاة ما عندهش إنها أصلاً يعني في التكوين الصبغيات ديالها هي ذكر أصلاً ولكن ذاك الخصية ديالها اللي كتقدر تتوجد في تحت العينة ديالها الخصية تكون مؤنطة لا تقضي الوظيفة لها لكي الجانين يمشي الضقورة وتكون عنده الأعضاء الجنسية لذكر فهذه حالات نادرة ولكن الفتاة تشوفها عندها فتاة ولكن أصلاً هي ليس فتاة هي ذكر في الأصل هذه الخصية المؤنطة لذلك هذه حالات علاجها يكون أنه تتربت كفتاة وعضاءها الخارجية كفتاة فكتعيش كفتاة يقدر تدار لها جراحة لتحويل لكي يكون عندها مهبل لأنه يخلقهم عندهم ليس مهبل هذا بالنسبة لهنما الأسباب لأنها عضوية لأن كذلك حالات لأنها ماشي عضوية تكون إصابة في الصغار بمرض دأسل لماذا انتشرتنا في البلد التي يعطي التساقات في الجروف الرحيم التي يعطي لأنها لا تتبلغ الفتاة لا توقع لها حدود الحيد إن كذلك تشوف خلقي جيني أو قلوب الصبغيات فتيات تشوف خلقوا عندهم نقص واحد الكروموزوم الكروموزومات الجنسية يكون عند الفتاة جوج ديال الكروموزوم XX يعني 40 كروموزوم ويخلقوا عندهم يخلقوا عندهم ويقبوا عندهم ويقبوا عندهم ويقبوا عندهم لأن خاصية في الصبغيات التي تجعلهم يكونوا عاديين كان كذلك بعض الحالات ديال التي يكون تأخر في البلوغ الفتاة كتوصل تل 14 سنة هذا هو السين العادي نقولوا ديال البلوغ هما من 14 تل 17 سنة عاد كيقبوا عندهم بلوغ أو كيف تطرف تتخطر البلوغ فهذا كنت تأخروا البلوغ يعني جسمهم يعني كيبقى ديال بنت ماذا ما بلغتش الحالات الخلية التي تكلمنا فيهم كيكون عندهم العلامات ديال البلوغ كينين ولكن الحيض مكيناش فهذا كيكون عندهم تأخر البلوغ يعني عندهم غسي كون شخصهم بعد عندهم العلاج دياله هذه منسبة للمسائل اللي هي العضوية كان كذلك من غير هذا التأخر البلوغ كان بعض الأورام في الدماغ أو التفاق ديال الدماغ اللي تغصفها لي لكي قد أدوه بعد المرات لعدم حدود الحيض من الأولي إن كذلك واحد الحالات ديال تحت المهادي أو الوطاء اللي هو البوتالاميوس واحد ناحية في الدماغ ديالنا اللي كتعطيه عادة الإشارة الغدة النخامية اللي كتفرز الهورمونات ديال FSH والLH اللي كيعطيه الإشارة للمبيضين باش يخدموا في الوظيفة ديالهم وباش ييعطيه الإشارة للرحيم باش يكون رحيم يعني بالغ بحل كما كتبلغ الفتاة كتبلغ الفتاة مع مرأة كتشوف الحيد علاش لإنه هاداك اللاكس ذاك الطريق اللي هي من من الغدة النخامية حتى المبيض حتى للرحيم يعني ما ما كتعديش الوظيفة ديالها لإنه ما كيوصلوهاش للإشارات من هذا الوطاء يعني البوتالاميوس فكتبقى كتشوف السيدة هي مرأة يعني بالغة في الجسم ديالها ولكن من كتكتشفاليها كتصيب الرحيم ديالها صغير ديال الفتاة رحيم طفولي والمبيضين كذلك كيكوكو صغار يعني ما بيضين طفوليين هذا عندهم علاج كنعطيهه أدوية اللي كتكبر الرحيم باش كيوصل الوحد للحجم ديال فتاة ديال مرأة بالغة ومن بعد كنشطر إبادة باش لإنه كما قلت لك الطريق من الخداة النخامية للمبيض الرحم ما ما خدامش فيها ما خدمش فيها فانا نقوم بأدوية باش لإلاج الحالة وكيقدر يوقع فيها الحمل ويوقع فيها الولادة بدون إشكال اوووخا ديال الحالة عدوية ديال عدم الحيد الأولي هذا عدم الحيد الأولي ونمشي بالنسبة الوظيفية هنت قسمت النام بين عدوي و وضيف هل من قلنا تأخر البلوغ راه وظيفي راه من قلنا هذك الغداء المهادي أو الوطاء ما يعطيش الإشارة الغداء النخامية هذا راه وظيفي العضوي هم اللي تكلمنا اليوم قبل انه نسيداد غير موجود راحيم نسيداد في غشاء البكارة ما فيش فتحاملين تخرج الحيث هذو هم اللي عضويين أما هذو اللي ما ديال تأخر البلوغ ولا هذي اللي ذكرنا ديال تحت المهادي اللي ما كانت تعطيش الإشارة الغداء النخامية هذي هي وظيفية عضوية ولا وظيفية دكتور يعني هذي عدم الحيث الأولي واش من بالأمور الصعبة يعني التعامل معها من حيث العلاج وتشخيص ديالها ولا على حسب حالة على حيث؟ كما قلنا كما قلنا عندها غير غشاء البكارة مسدود هذو كنقدرون ديروا عملية جراحية كتدير فتحها في الغشاء البكارة وكتدت تسيل عندها الحيث ديالها عادية لأنها كتكون غير مجموعة في المهبل الحالة اللي هي كتتخلاق بدون رحم لا عندها إلاج الحالة اللي هي كتتخلاق عندها الخصية المؤنطة يعني ما عندكش إلاج باش تقول لك تجيال حيث ديالنا ما عندهش رحم أصلاً ويا أصلاً يعني في السبغيات ديالها مش فتت يذكر لكن الحالة اللي كنقدرون عندها التأخر ديال البلوغ فهذه كنقدرون أدوية اللي كتتساعد باش يوقع البلوغ ومن كيوقع البلوغ كتولي الفاتاة بارغا وكتولي عندها الحيث ديالها والمسائيل بالنسبة لهذه الحالة اللي قلنا ديال الإشارة اللي ما كدوصلش للغداء النخامية من تحت المهاد يلوطى لبوتالاميوس عندها علاج عادة بوحد الآلة كتسمى البومباء إلعاش إغاش من هذه الآلة البومباء إلعاش إغاش اللي كتعطي إفرازات ديال بحل اللي كتتفرز هذه الغداء لم تفرشها ديالنا في المغرب كان نسلكوا السبيل في العلاج بطريقة أخرى يعني كنعطيوا أدوية الأستروجين باش نكبروا الرحيم يكيوصل لواحد مدة شهور تلس شهور يكيوصل لك الرحيم كيقشطوف ولي كيوالي رحيم عنده واحد الحجم ديال المرأة بالغة كان قوموا بتنشيط الإبادة وكان نشطروا إبادة لوقات الإبادة كيقدروا يقع حمل هدا بنسبة للمسائيل اللي قلنا ديال عدم الحيث الأولي إلا سمحت يا دكتور غير واحد النقطة قبل ما نمشي ونقاطع الحيث التانوي منسبة لهاديك العملية أولى يعني الفتحة في غيشاء البكرة باش ينزل هدك يعني الحيث الحيث البنت ما كيتفتتش لها البكرة ديال يعني غير واحد الفتحة صغيرة باش تدوز الدم وكين كتبقى عندها البكرة ديالها تبقى يعني المحضة على البكرة ديالها موخه دكتور حيث ما كيش حل آخر شونا تخليها مسدودة تبقى الحيث تجمعها في الفرج ديالها وكتعطيها آلام وكتعطيها مشكلة يكون مضاعفات مضاعفات طبيعة الحالة طبيعة الحالة موخه إذا ندوز دبا انقطاع الحيث التانوي كدكتور موخه بالنسبة لانقطاع الحيث التانوي الشابة يعني كتكون كانت تجيها الدورة الشهرية كانت تجيها الحيث شابة أو المرأة أو المرأة أو المرأة إما شابة مزامها مزوجة أو مرأة مزوجة وكانت تجيها الحيث شهريا أو مشي شهريا ما متضماش وانقطعت على الحيث تسمع هذه الحالات فعلا تسمع القطاع الحيث التانوي 1 1 2 3 4 4 4 دكتور كان يتسهل ما بين السيدات وانه حتى كتطول المدة مثلا شهر وشهر لا شهرين لا شهرين لا شهرين إذا عادة كتجيها منتظمة كل شهر ومجته الشهرين ستتأخر دير شهر يعني عندما مجته الشهرين فهذه حالة ماشي عادية فقط كانت تعاملوا معها قدرون تسنة ومدة أطول لكي يكون عندهم عادة تأخر في الحياة ديالهم عندهم ما منتظماش كتجيهم على شهر شهرين تلشهر عندهم اضطراب هرمونات لكي يؤدي أنه مثلا في تاكيوس المابيضين المتعدد يكون عند اختلال في الدورة يؤدي أنه الحيد تجيب على شهر شهر وناشر شهرين شهرين شهر فكندير تشخيصي لك أن هذا هو السبب يعني تاكيوس المابيضين المتعدد كنقوموا بالعلاج ديال العلاج ماشي ديال هالتاكيوس لأنه ما عنده شيء علاج إنه هذوك مابيضين هكذاك كنقوموا بالعلاج المشكل وهو كنعطيه أدوية لكي تنضم الدورة إذا ولو تنقاطع الدورة الشهرية ولو شهرة ماشي حاجة عادية ضرورية ماشي عادية يعني العادية وماتي لك تجي منتظمة كل شهر خصا تجي كل شهر إذا من تأخرت في واحد شهر أخر هي كي شي سبب على شتأخرت هذي نزيدوها على السلوكات الخاطئة لكي كنتي صححتها من قبل على أساس يعني من اللي كنا كنت تكلمو دائما على بالنسبة لكين بعد السلوكات اللي كتكون خاطئة أو اللي كنحسبوها عادية حل ألم الحيد حل ألم الحيد عند الفتاة ألم الحيد عند الفتاة كي حسبوها عادية وإذا كان الألم عادي فأخصي مشي عن الطيب يعطيني الدوة باش ليني ألم لأنه ما عندي شي حاجة عادية ماشي عادي أنه يجي يعني ألم دا الحيد فعلا هذي استثناها يعني وليس كتجينها عادية حين أنه ماشي عادي أول مرة أسمع معكم هي كتقدرت تكون كثيرة ولكن ماشي عادية هالمسألة كثيرة ماشي عادية ماشي عادي يعني كيكون عنده واحد السبب وكيقدر يكون عنده إلاج ولكن كيقدر واحد الخالل يكون كثير كيتشاف بزاف الحالات مثلا مرأة حاملة عندها تقيؤ مسألة كثيرة ماشي عادية فبزاف الناس يحسبو أن تقياء في الحمل في الشهر الأولى مسألة عادية لا مسألة كثيرة كثيرة ماشي معنتها عادية كيما ألم الحيد عند الفتاة أو عند المرأة مسألة كثيرة ماشي عادية كيف مالقيت على الحيد ولو شهر ره ماشي عادية ره مسألة كتقدر توقع عندها أسباب وعندها إلاج ولكن ماشي عادية عادية إنه إذا كنت جاء من طالما كل شهر ستجاء كل شهر فميك وقعت أخر كنشي سبب واخا مازالي غادي نكمل دكتور معاك نلقيت على الحيد التانوي وغادي نتكلموه على التشخيص دياله وعلى هذه الحالات اللي كانت تكلموا عليها اليوم وغادي نتوقفوا مع فاصل فاصل مستمعنا وغادي نرجع أكيد لاستقبل مكالمتكم الهاتفية دائما على صفر خمسة تنين وعشرين ثمين وثمانين صفر صفر ستين واحد وستين ورجال لكم مستمعنا دائما رفقة الدكتور عزيز سلامي الطبيب اختصاصي في علاج أمراض نساء والتوليد اليوم كانت تكلموا على انقطاع الحيد الأولي والتانوي وقفنا في انقطاع الحيد التانوي منسبة الأسباب منسبة الأسباب للقطاع الحيد التانوي كانت تكون أسباب ديال أمراض عامة ولا ديال أمراض في الراحيم أو في المبيض أو وظيفية منسبة الأمراض العامة كانت أمراض السل كما تطرقت له أنت أمراض كنقول بأنه لأسف ما زالت نافقتي في البلاد فأمراض السل كيقدر يؤدي الالتساق في جوف الراحيم والقطاع الحيد كذلك تشمع الكابيد يقدر يعطي تغيير في الجهاز في الدوراء ويقدر يعطي التوقف للحيد كذلك نقص الوظيفة للغداء الدرقية الإبوتيرويدية تقدر تعطي تأدي الانقطاع في الحيد كذلك نقص الوظيفة للغداء اللي فوق الكيلي اللي سورينال لإنسفزانس سوريناليين تقدر تكون نقص الكورتزول تقدر تأدي التوقف للحيد كذلك مني كيكون هاد الغداء اللي فوق الكيلي اللي سوريناليك عندهم واحد وظيفة مرتفعة بززاف في السندروم الكيشينغ يقدر تأدي التوقف للحيد كذلك الحالات اللي كيكون فيها وقع واحد الخفاظ دي الوزن كتير بسوء تغذية يعني كيكون حالة مجاعة أو حالة مجاعة يعني او حالة مجاعة تغذية أو حالة مجاعة اللي نوافع القياس يعني كتوقع الفدات يعني لحالة ضعف كتير مني تقدر تأدي 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 التوقف للحيد إن كذلك لتوقف الكلي المزمين يعني القصور الكلي المزمين اللي كي يدروا الدياريز وذلك شهدك يقدر تهما يوقع عندهم توقف في الحيد كين لمتان تعرضوا لعلاجات كيميائية لسرطانات كتقدر تؤدي التوقف المبيضين عن الوظيفة لهم وبالتالي توقف الحيد كين هدو بنسبة لقنا المسائل الأمراض العامة كين كذلك أمراض يعني رحمية كالاتيوبيركولوز كتقدر تعطينا إلاجات ثب بها يعني بداية السل إلا تصابت بها المرآغي في الراحم ديالها يقدر يعطي الاتساق في الجوفد الراحم ديالها كي يؤدي التوقف الحيد كين كذلك بعد إجهاد لو قع التساق في الجوفد الراحم يقدر يؤدي التوقف الحيد إن الأسباب من المبيضين إما ورام في المبيض أو تكيوز المبيض المتعدد اللي ذكرنا اللي يقدر يكون فيه إما الحالات يقدر يكون فيها الحيد المنتظمة تكيوز المبيض المتعدد ثلاثة شهورة العام مع الرضاعة تقدر تبقى الحيد متوقفة ليس ما عندها أنه لا يمكن إبعضها ولا يمكن إحتمال الحمل فالرضاعة لا تقفض ليس ما عندها الحمل فالرضاعة تقدر تقفض لها فالرضاعة تقدر تقاطع على الحيد ولكن في النفس الآن يمكن لها تبيض وخمع كيرجاج الحيد وتقدر تحمل شاشكين الغيال في حالات يأس المحيد المبكير يعني المرأة تكون عندها ثلاثين سنة كتبش على الحيد لتوقف المبيضين من العمل فهذا يكون يأس المحيد المبكير من الطوز بخيكوس هنا أسباب من الغدان نوخامية لأن المرأة عندها الغدان نوخامية تفرز كثير من البرولاكتين يعني هرمون الحليب فهذا كالإفراز الكثير من هرمون الحليب يمكن أن يؤدي الخالة في الوظيفة والإبادة ولكن يمكن أن يؤدي في بعض الحالات التوقف الحيد النهائي في الأمينوغية غالكتوغية توقف الحيد وغالكتوغية هي إفراز الحليب لكن كذلك حالة تسمى السندروم هذا السندروم يتطل المرأة ومن بعد الولادة يوقع لها نزيف حاد فهذا يوقع نزيف حاد توقع إصابة في الغدان نوخامية التي توقف عن الوظيفة نيكروز دوليبوفيز هذه الإصابة الغدان نوخامية توقف عن الغدان نوخامية عن إفراز الهرمونات التي تتسير الوظيفة الغدان الدرقية الغدان فوق الكلي لسيوغنال وكذلك المبيضين فهذا يحتاج إلى إلاج جميع الغدان لأنه توقف عن العمل بسبب الإصابة الغدان نوخامية توقف عن العمل جراء هذا النزيف الحاد يعني هذه حالة نادرة وكذلك توقع هذه الأسباب الدكتور اللي ذكرت هذه الأمراض يعني واضحة لوراءها من قطاع الحيد التناوي يعني كان أمراض وراء هذا القطاع الحيد التناوي مش بحل الحيد مثلا الأولي إذا جينا نشوفه بحدة بها تكلمت عن الغدان الدرقية على أمراض الكيلي على تشمع الكابد يعني كيكونوا أحيانا أمراض لوراء القطاع الحيد التناوي حتى في العدم وحيد الحيد براتقلنا بأن هناك أسباب أسباب ولكن ليس أمراض إذا جينا نقارنه حتى هي فيها مثلا قلنا لا تيبركولوز كتقدر تؤديل مراض السل مراض السل يعني تكرت بزردة الأمراض اللي يكون سبب الأسباب يعني تشوه خير كيرا هذاك مراض يعني أمراض زادت ما عندهاش رحيم رح سبب وكي مش بحل الأمراض مثلاً اللي تكلمي على السكاري على أمراض الكيلي يعني الأسباب في التناوي أكثر من الأسباب الأولي وكي تكون واضحة إلى انقاطعة الحيد ربطته بالعديد من الأمراض يعني بحل القصر الكيليوي بحل تشمو أفضل الأمراض اللي كتسبب في القطاع الحيد التناوي هي أكثر من الأمراض اللي كتسبب في عدم الحيد الأولي من لكن أنه كما تطرقنا الأسباب أسبابه كين أمراض أسبابه كين أمراض صحيح في الحالتين مجوج لا سواء عدم الحيد الأولي ولا من قطاع الحيد التناوي موخة ماذا لن ترقل تشخيص العلاج اللي اسمحته دكتور ناخده المكالمات اللي معنا معنا أول مكالمة رجاء مننا دور ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرحبا بزار شكرا لكم مرحبا رجاء كانت من ربي بفقكم في برامج ديالكم الله يبرك مرحبا مرحبا عفاك دكتور أنا مزوجة نعم يعني في الأول مزوج لم تتجينيش الدورة من السادماء أي ومشيت عند الطباب وعطاني شيء دورة في عديها حماليات أه بابة مني بغت نزيد نولد يعني وقع لي نفس المشكل يعني كتزيني على الدورة ومتدماش وبقى في يشفية ديال الحليب وشي مرة يعني كيكون شي مرة ما كيكونش يعني وبدأ با يعني كما قمت مر لولا بمتابعة طبية وجاب الله تيسير وحملتي وولتي فخص تقوم بنفس المسألة هاد الان النوع أوتيني بيكي تعاود تولدي تقوم بمتابعة طبية باش تاخد الأدوية الضرورية كما غريتي مر لولا باش يوقع الحمل إن شاء الله عندك عدم انتظام ديال الدورة فمربما عندك تقيوز مبيضان المتعدد اللي وضع النوع المتعدد لنرم الخارطة لنرم الخارطة لنرم الخارطة لنرمه حمل يعني معانتها المشكلة عندك مرة الأولى ليساعدك بالأدوية وحملت به هو نفس المشكلة عندك الآن وخصك النفس المساعدة بالأدوية باش ان شاء الله تعود تحمل وخل ناخدو مكالمة أخرى معانا فاطم زهرة من فاس مرحبا 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 اشتركت مرحبا فقط مرحبا 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 قلت لك من قلت لك مرحبا لن أتقل لك فإن أخذ فقط فقط الضواج لك الذهاب لك الذهاب بعد الزواج، أوقع عندك الارتفاع في الوزن؟ شوية، ما هي بشكل كبير؟ لقد قلت قبل ما تزوجي كانت عندك الدورة عادية، ونبعد ما تزوجي، أوليت الدورة غير متاضمة، فإنك حالات أنه كان بعض النساء كانت حالات بعض النساء التي تزوجه، يزيدون في الوزن، وكذا الآن يظهر المشكلة للهرمونات التي لديهم؟ كي كنت يوصل المابيضين كيف حال الوزن ديك دبات مين وستين وكيف حال الطول ديالك ميتر وستين ميتر وستين ميتر وستين ميتر وستين وزن زيد بزيف بخصك المنسبة انه عندك الدورة ما منتضماش بالعلاج باش تنظم الدورة ولكن خاصك التنشيط ديال الإبادة باش يوقع حمل اللي قلت يفيته حملتي جد مرات ووقع لك إسقاط ماشي حي توقع لك إسقاط عندما تعود تحاولي باش تحملي تشوف الطبيب ديالك وطبيبة ديالك باش يلا كان خاص بعض التحاليل وكوشفات باش يبحتوا على ووقع لك الإجهاد مراتين وعنده علاج كتاخد الإلاج وقول خاص نشيل الإبادة باش يقع حمل تعود زاول وكتشوف حتى السبب ديال هدو كليفوسكوش مثلا وهو اللي قلت تحايل الكوشفات باش تبحث عن السبب ديال الإجهاد اه من بعد جوج أو ثلاثة الإجهاد مثلا جوج المرات وكتشوف المرات كتاخدهم الكوشفات والتحاليل اللي كانت بيناوش كيش سبب اللي كانت بعض السبب اللي كانت تعالجها اللي كانت تعالجها كيش بلاتية نتمنى وخير إن شاء الله معنا فتم زهرة المرأة مربات ألو فتم زهرة أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سمحي لعافتك مردده أول مرده كنا برازة الإداء مردده مردده أهلا كنت أحاول بشأنني نحمل ومبقيتش عارفة وقت الإبادة لأن بعد شهرين ما تحاولتك؟ مردده ما شهر اللي كانت تأخرت عليها؟ ما شهر اللي كانت تأخرت واحد وثلاثين يوم وثلاثين يوم ما شهر اللي كانت تأخرت عليها؟ مردده 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 لأن بل على سؤال لا يتصدح أن يركز جمع في مجمع في خاطئ بين قوسين الإبادة يتبعون الإبادة تختلف من دورة لدورة ومن مره لمره فقد تكون الإبادة في يوم 14 ففي نصف الحالات وفي نصف الحالات أخرى يمكن تكون إبادة إيما مبكر أو متأخر فالي كان نصحبه انه ليك تنسى الحيض الى الحيض الموالية يكون جمع بانتظام على الاقل كل يومين في الدورة كلها هذه في المقعة الإبادات يوقع الحضوض الالتقاء البويضة بالحياة المناوية لكتبلا يوقع حامل حليما من دربدة ألو؟ ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور اللي خليك بغى نسولك على واحد البنت حفاظتي مرحبا الله تفضل أنا مرة كبيرة مرحبا الله تفضل وحفاظتي عندها 19 عام نعم جاءتها حق شهر نهار الأولي صمت جاءتها واحد شهر والاربع شهر كل شهر ومن بعد ألوات كتبق عليها شهرين كل شهر من اللي كتجيها كتجيها كثيرا إلا مني كتأخر الحيض كتقدر مني تجي تجيب وفرة كثيرة كتجيها كثيرا قد يقدر يكون خالة هورموني ودوها عن طبيب ودوها داروا لها تحالي المخلومة داروا لها راديو داروا كل شيء يقالوا لها 15 رفانية دي المنع الحمل لكن ما هو السبب دي عدم انتظام الدورة أغرى حالة نفسية هي المهم هي من اللي كتكون عداش انتيحان ولا شي حاجة تطع عليها من كتجيها كنا نتطرق لها السبب للأسباب الحالات النفسية كتقدر تقدر تقدير قطع دير الحيد فكتحتاج بعض المعات علاج نفسي بسيكولوج باش بار وماللي كي يجيها سوف يدري بزاف مع السبب مع القرائية بزاف يقدر تأجهد ماللي ما كي جيهاش كي يخرج له الحبوب في وجهه بزاف وكتتقلق على كل شيء على حق الشهر اللي ما جاتاش وعلى الحبوب بزاف يمكن أن يكون عندها تاكوس مابيضان المتعدد لي كي أدل العدم انتظام في الدورة وكي أدل إفرازات للهرمونات الدكورية أكثر من العادة لي كي أدل هذه الحبوب ديال الحب الشباب وكذلك النمو شعر في يعني زغب في البلايس لمرأة عادة في وجهه في الحياة لا لما عندها زغب مثلا في الدقن ديالها إلا عندها زغب في الدقن ديالها ولا في ستر ديالها ولا في البطن ديالها لا يسلم لا يسلم وكي يكون في نمو ديال الشعر كثير وفي هذه الحالة اللي كي يكون الهرمونات الدكورية مرتفعة يعطيها بالشباب يكون شعر في الماكد يكون عندهم تساقل الشعر ديال الراس جراء هاد الهرمونات الدكوري المرتفعة إلا حالة في الحالة ديالهاد البنت أحسن استشارات أخصائي 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 في أمراض النساء أو الأول ولا خاصة إلا ما كانش سبب وظيفة من المابيضين اللي كي يحتاج علاج بالهرمونات تساقل الشعر عند علاج نفسي معنا مكلمة أخرى معنا سهيلة من تونات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سهيلة وعليكم السلام عليكم أشكركم بزاف مرحبا سهيلة مرحبا الله تفضل عندي أنا كنت مجوجة وهذه ثلاثين وأنا مجوجة نعم 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 ألو سهيلة نقطع الخط رجعت واصلي معنا سهيلة ونجاوب على التساؤل نرجع الموضوعنا دكتور نقطع الحيد التانوي بالنسبة لتشخيص العلاج نعم كما ذكرت سيدة قبل مع الانتحان مع السيديو كي يكون واحد عصابية التساؤل من خاطئ من خاطئ فهذه يكون من خاطئ من خاطئ من خاطئ تدريع من خاطئ من خاطئ للدورة الشهرية وكذلك بعض النساء يزولوا رياضة صفة مهنية تروفيسيونال يعني يكون جهد جسمي كثير يقدر يؤدي الخلال في الوظيفة الهرمونية للعضاء الجنسية وبالتالي للقطاع الدورة الشهرية فغياضة الكثيرة الزيدة على القياس تقدر تؤدي انقطاع الدورة كذلك بعض الحالات تسمعنا نوعي سيمونطان بتيات أو السيدات لا تبقى لديهم الشهية لديهم درجة مفريطة لا يبقوا لديهم يبقى لديهم انخفاض في الوزن يقدر يؤدي انقطاع كذلك الدورة فالتشخيص كما قلنا حسب الحالات نقوموا بالحالات اللينية عضوية تشخيص غيب الكشف صداء ليكوغرافي وبعض الحالات نقدر نجعل الأشيعة السينية باش كما نكشفوه على الراحم نشوفوه كما نتساقات في جوف الرحيم أو الكشف من دار رحيمي كما نتساقات في جوف الرحيم لكوغرافي تقدر تؤدي لها توقف الحيد لكوغرافي كما نتسألة جسمية كما نتسألة عضوية كما نتسألة وظيفية كما نرى الوظيفة المبيضين كما نقوم بتحليل وكشوفات لكوغرافي كما نتسألة فعندما نتسألة وتوازن ديال الوظيفة يبقى دائما تنسيق ما بين أمر النساء توليد من يوقع التوازن في الوظيفة ديالك الغداد ترجاع الحيد العادة ديالها فهذه من نسبة للتشخيصات العمومية فكيبقى العلاج حسب كل حالة هما أسباب عضوية مرتبط بالتشخيص إذا كان مثلا التساق في الجفد الراحيم كان قوله معملي بالمنضار الراحيمي لإزالة ذلك الالتساقات كان خلال في الوظيفة ديال الهرمونات نقوم بإلاج ذلك الخلال الوظيفي لكي إما تكيز المبيض أو إما ذكرنا حالة لما أناش إلاج ديالها بالأسف باش يقع رجوع الدورة العادية والإباضة والحمل وهو منك يكون التوقف مبكير يأس المحيل المبكين أنه يقوم بإلاج هرموني لحالة إنه يقوم بإلاج هرموني لحالة بعض النساء شابه مخيف ولكنه عنده إيجابيات كثيرة وبالخصوص هذا النساء إنه صغار في السنة من ثلاثين سنة تصور هذا المرأة عندها ثلاثين سنة وتقابلها هرمونات تقابلها في 40 سنة يعني هششات العظام وحالات خراف في الفدات ديالها اللي مقاش عندها الهرمونات اللي يحافظون لها عنوطها ديالها من المستحسن إنه تكون متبعة ومتبع الإيداج بالنسبة لهرمونات غير هو دكتور بالنسبة ليأس المحيد المبكر مثلا عند فتاة عندها ثلاثين سنة يعطيه علامات قبل لا يمكن أن يأتي يأس المبكر الفتاة أو السيدة عندها ثلاثين سنة وكانت عندها الحيد وانقاطعت عليها الحيد تأتي عند الطبيب أو الطبيبة الكشوفات والتحاليل ويوجد بأنه وقع عندها يأس المحيد المبكر فما بقى إلاج أنه تزول هذه الإس المحيد لا يوجد علامات تسبق ولا مثلا علامات تسبق كالمرض الخمسين عام الذي تجيها إس المحيد تقدر تجيه في ثلاثين عام يعني حالة هي نادرة ولكن كان لإس المحيد المبكر فما بقى إلاج بأنه يبقى الحمل لأنه مبيض لا يبقى إعطيه بويضات لأنه يبقى حمل ولكن هذه المرأة صغيرة فمن الأفضل أنه تتناول الهرمونات للعلاج الإس المحيد باش تبقى محافظة على صحة ديالها وعندات ديالها وخارجين ختموا دكتور بآخر مكلمة كريمة مرباط ألو ألو كريمة ألو كريمة بكتور ألو كريمة ألو كريمة ألو كريمة كينا ولكن مؤخراً دابشي كيسنين هذي كنحس بحلها كتنقسلي الدم بزاف نعم وماذا كتشور الكينا؟ نعم ضروري كنخذ الكينا وماذا حل العمر دي كالله؟ عندك 40 سنة عندك 40 سنة وعندك الأطفال؟ عند جوجو وليدات صباحنا الله يخليك لهم الله يخليك لهم وليس عندها 11 عام فستعلم تتعافي الله بأنه مع أقراس من الحمل عندك تستملكينا الحيض كانت نقص في الوفرة عليها وهذه مسألة إيجابية ليس سلبية فإذا الدم ما تجدك بوفرة كثيرة من الأفضل إنه إذا كانت بوفرة كبيرة يتعطيك غير فقر الدم فإذا الدم نقصتك في الوفرة هذه مسألة عادية مع أقراس من الحمل وخا شكرا لك بزاف الدكتور عزيز سلامي الطبيب اختصاصي في علاج أمراض النساء والتوليد مرحباً نشكرك بزافة على كل هذه المعلومات ونصائح تبيي اللي قدمت لنا اليوم وفرصة مقبلة إن شاء الله وموضوع تبيي كي يهم كل النساء شكرا لكم مستمعين لحسن المتابعة والإستماع على البرنامج المولاتي لكم تحيات وفاء فائز رفقتنا في الإخراج وسمحة شبيف تنسق وستقبل مكالمتكم الهاتفين نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جداً برفقتنا على مدغات جول إداع القريب من موسيقى اشتركوا في القناة